بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا طلبة الصف الثالث صناعي قسم تشكيل واللحام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة رجعت لكم تاني النهاردة في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج وحنحسب مع بعض إزاي بنجيب تكاليف اللحام ونجيب أزمنة التشكيل والخطوات اللي بنعملها وإزاي حنجيب الخطوات دي وحنحسب الأزمنة اللي بنشكل فيها علشان نجيب التكاليف النهائية وسعر البيع في الحلقات اللي فاتت إحنا كنا درسنا مع بعض الأقسام الإدارية وعناصر المشروع الصناعي ودي كانت في الأجزاء النظرية طبعا أنت عارف إن مادة التخطيط وإدارة الإنتاج المادة بتنقاسم لجزئين جزء نظري بتشوف فيه الأقسام الإدارية اللي موجودة عندك في المشروع وإزاي تأسس المشروع والعقود بتاعته وجزء خاص بالعناصر المشروع الجزء الثاني حنبدأه مع بعض النهاردة وده جزء مهم جدا لأنه بيعتبر نص الامتحان بتاعك الجزء اللي احنا حنبدأه النهاردة إزاي ححسب التكاليف إزاي حجيب الأزمنة إزاي لو هو مديني شغلة معينة وعايزني أبين الخطوات بتاعتها مع الأزمنة اللي موجودة عشان أحسب التكاليف في البداية عايزك تاخد بالك من نقاط معينة النقاط الهمة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها وهي إن أنا لو عندي شغلة والشغلة دي يتوغدى شكل معين وهو بيقولي اديني الخطوات بتاعة التشكيل اللي موجودة عندك فانت حترتب خطوات التشكيل ولازم تبقى عارف الأدوات اللي انت بتستخدمها تاني نقطة لازم تخلي بالك منها هي إيه؟ تاني نقطة لازم تخلي بالك منها وهي إن انت لما حتيجي تحط أزمنة التشكيل بتاعتك في جدول التشكيل اللي طلبوا منك لازم تلتزم بالزمن اللي هو مدهولك يبقى هو لو مديلك زمن وبيقولك هات خطوات التشكيل والأدوات المستخدمة فانت حتحطها وحتحط الزمن اللي هو مدهولك في المسألة طيب هو لو مش مديلك زمن يبقى الزمن بتاعك بيتراوح ما بين 3 ساعات و3 ساعات ونص على حسب المراحل اللي انت بتوزعها بس تخلي بالك إن هو لو مديلك بأكد عليك للمرة المليون إن هو لو مديلك زمن تلتزم بالزمن اللي هو مدهولك طيب تعال نبدأ نشوف إن احنا لو عملنا عملية تشكيل دايما قطعة الشغلة بتاعتك انت بتستلمها خامة على شكل مثلا متوازي مستطلات لو افترضنا إن فيه جزء في المتوازي مستطلات ده أنا بعد ما هشكله محتاج إن يبقى فيه أجزاء برزة والأجزاء البرزة دي ممكن تكون أجزاء برزة مقاطحة استوانية أو تكون مقاطحة على شكل متوازي مستطلات طيب أنا دلوقتي الأجزاء البرزة دي هتلحظ زي من جسم أساسا أو خامة أساسا كانت على شكل متوازي مستطلات آه يبقى لازم أعمل الأول حاجة اسمها تخصير وبعدين أعمل سحب تخلي بالك أي جسم بارز أو جزء بارز في الجسم اللي انت بتشكله طالما فيه جزء بارز يبقى لازم تعمل عملية تخصير وبعدين تعمل عملية سحب هتلاقي إن كل المشغولات أو أغلب المشغولات اللي موجودة عندك دايماً هتعمل تخصير وسحب تخصير وسحب وبعد السحب ده هتشوف إذا كان الجزء اللي عندك ده جزء استواني يعني جزء دوراني يبقى هتعمل بعد عملية السحب دي عملية لف تمام تعالى نشوف مع بعض كده هناخد مثال ونشوف المثال ده هنطبق عليه إزاي نشوف مع بعض كده بيقول لي المطلوب جدول يحتوي على خطوات العمل والأدوات المستخدمة اللازمة لكل عملية لإتمام التشكيل إذا كان الزمن الكل اللازم لتشكيل الرافعة ثلاث ساعات وأربعون دقيقة دي رفعة هو مدهالي وعايز الرافعة دي يوريني بيقول لي هاتلي أو يرسم جدول بيحتوي على خطوات العمل والأدوات المستخدمة خطوات العمل اللي هطلع بها الشكل ده والأدوات اللي أنا هستخدمها لاحظ كنت لسه بكلمك من دقيقة واحدة وبقولك إننا لو الجسم اللي أنا بشكله فيه جزء بارز يعني أعلى من جزء تاني يبقى أنت أصلا الشغلة اللي كانت عندك كانت على شكل متوازي مستطلات يبقى أنت لازم تعمل عملية تخصير وعملية سحب عملية تخصير عشان تبرز الجزء العالي ده وبعدين عملية سحب عشان تساوي بقية الأجزاء خلي بالك كمان إن هو أيل لك إن الزمن بتاع التشكيل اللي موجود عندي ثلاث ساعات واربعون دقيقة ثلاث ساعات واربعون دقيقة يبقى لازم ألتزم بالإيه بالزمن ده طب تعال نشوف كده الأول قبل ما أعمل الجدول هو أنا المفروض أعمل إيه دي الشغلة اللي موجودة عندي بالتأكيد الشغلة دي كانت حتة حديدة بالشكل ده كده طب أنا عشان أوصلها للشكل ده إيه يبقى لازم أعمل ضغط أو كابس أو طرق علشان أبرز الجزء العالي ده وبطط الباقي ده وبعدين أبرز الجزء ده وأبرز الجزء ده آه يبقى أنا علشان أبرز الجزء اللي في السنتر ده اللي في المركز ده لازم أعمل عملية تخصير الأول أيوة يبقى أنا حاجة هنا أجيب بالس بنسميه بالس بسوكة وأعمل عملية تخصير في الطرف ده والطرف ده عشان أبرز الجرز الأوسط وبعد ما أعمل عملية التخصير دي بعدها على طول أعمل عملية سحب للأجناب يبقى أنا كده عملت إبراز للجزء اللي في المنتصف نيجي بعد كده عايزين نعمل إبراز للجزء اللي في الأطراف يبقى أنا هعمل دلوقتي عملية تخصير للطرف من هنا ومن هنا ويبقى أنا كده عملت عملية تخصير للطرفين دول أو للجزئين البرزين في الأطراف اللي هو الجزء ده والجزء ده وبعدا ما أعمل لهم عملية تخصير أعمل لهم عملية سحب طب أجي بعد كده الجزء اللي في النص ده هو جاي عندي جزء دائري أو جزء استواني يبقى لازم أعمل له عملية لف زي ده خلي بالك الخصر ده بيكون ببلس اسمه بلس بسوكة وعملية السحب دي بيكون ببلس عدل أو بلس مربع إنما عملية الدوران بتبقى باستخدام بلس ملفوف علشان إنه لازم أكتب أو أرسم الشغلة بتاعتي حيبقى شكلها إيه وفي نفس الوقت كمان أكتب الأدوات اللي أنا باستخدمها طبعا أنا كده عملت عملية لف للجزء الأوسط بعد كده حعمل عملية لف للأجزاء اللي موجودة في الأطراف أنا لغاية دلوقتي كنت بشرح لك إحنا هنعمل إيه بالضبط إنما تعالى بقى نعمل الجدول اللي مطلوب فين مني في المسألة حعمل الجدول بالشكل ده حقول مسلسل واحد اتنين تلات اربعة بعدد العمليات اللي أنا هعملها وحكتب هنا خطوات العمل والعدد والرسم التوضيحي خلي بالك إن فيه اتنين بيكونوا شغالين الحداد اللي بيعمل عملية التشكيل والدقاء اللي بيساعده طيب أنا دلوقتي حلتزم أدي خانة اتنين تلاتة أربعة للحداد ساعة ودقيقة والخانة الخمسة للدقاء ساعة ودقيقة أنا ممكن يبقوا دول بس لا أنا ممكن أعمل خانة كمان جنب الخانة بتاعت خطوات العمل والعدد أخلي خطوات العمل في خانة لوحدها والعدد في خانة لوحدها مش لازم يبقوا الاتنين مع بعض في مكان واحد تعال بقى نشوف الايه الخطوات بتاعتنا هتبقى ازاي نمرة واحد هتبقى دي الشغلة اللي موجودة عندي يبقى أول خطوة أنا هعملها وهي إن أنا أعمل دراسة للرسم أعمل فحص كده يبقى أنا بعمل فحص للرسمات وتجهيز الكور يبقى أنا كده هعمل فحص للرسمات وتجهيز الكور بحيث إن أنا أشوف الرسم بتاعي محتاج إن أنا أعمل كام خطوة رقم اتنين وطبعا أنا عندي تلت ساعات واربعين دقيقة يبقى أنا هقسم تلت ساعات واربعين دقيقة فأنا شايف إن فحص الرسمات يكون عندي ياخد عشرين دقيقة طيب نيجي بعد كده للخطوة اللي بعدها وهي ان انا اعمل عملية تخصير للجزء الاوسط يبقى خصر القطعة من الوسط بعمل لها خصر بعمل تديق كده عشان نبرز الجزء اللي فيه الوسط طبعا انا خصر دي هتكون باستخدام بلس بسوكة ومطرقة هحط لها 30 دقيقة عند الحداد وطبعا نفس الزمن برضو يكون عند الدقاء او المساعد بتاعه طب بعد اما عملت خصر للجزء الاوسط ده تمام وحاجي اعمل بعد كده العملية اللي بعدها اللي هي قياس وسحب الطرفين قياس وسحب الطرفين علشان يبقى عندي الجزء الاوسط هو اللي بارز طبعا ده هيكون باستخدام بلس عدل ومطرقة او اللي احنا بنقول عليه البلس المربع هحط هنا 30 دقيقة وحط للدقاء اللي هو المساعد 30 دقيقة لان طبعا اللي اتنين شغالين مع بعض مش ده هيشتغل 30 دقيقة وده هيشتغل 20 دقيقة طيب الخطوة اللي بعدها ان انا هعمل طبعا عملية قياس وخصر للطرفين اللي هو الجزء اللي هنا والجزء اللي هنا طبعا الخصر دايما ببلس بايه بلس بسوكة وطبعا في قاعدة انا بدق عليها عشان ابقى بقى عملية الخصر من اعلى ومن اسفل طيب برضو هحط هنا 30 دقيقة وللدقاء 30 دقيقة طب بعدا ما عملت عملية الخصر هعمل ايه هروح بقى عمل عملية اللف بتاعتي للجزء الاوسط ده يبقى انا هقول كده ان انا لف سرة الوسط وده عبارة عن بلس ملفوف وقاعدة وحقول ان انا حطيت للحدات 30 دقيقة وللدقاء برضو 30 دقيقة حاجي بعد كده العملية اللي بعدها ان انا عمل عملية لف للاطراف اللي هم اللي في الجانبين هنا وهنا يبقى انا دلوقتي حلف السرة بتاعة الطرفين احنا بنقول على جزء الاستواني عبارة عن سرة وده حيكون ببلس ملفوف وقاعدة وبرضو هحط 30 دقيقة و30 دقيقة حاجي بعد كده حقول ان انا بعمل استعدال للطرفين والاستعدال بتاع الطرفين ده ان انا اعمل عملية تسوية طبعا حيكون عندي بنفس الرسومات اللي موجودة وكده حيبقى 30 دقيقة حعمل 30 دقيقة عند الحداد و30 دقيقة برضو عند الدقاء اجي بعد كده اعمل عملية تشطيب يبقى انا كده عملية التشطيب اللي موجودة عندي ان انا بوصل بالشكل بتاعي اللي انا عايزه للشكل النهائي وبالتالي انا احط هنا 20 وحط هنا 20 خلي بالك انا لما جيت اشتغل اسمت الارقام دي على اساس ايه اسمتها على اساس ان لازم يكون الاجمال بتاعي تحت خالص التلت ساعات و40 دقيقة لازم الاجمال يكون تلت ساعات و40 دقيقة فانا عملت عملية الفحص الرسومات 20 دقيقة وخليت ان كل العمليات 30 والتشطيب بتاعي يعني انا كنت براجع على الابعاد والاشكال والحروف اللي موجودة عندي اذا كان في حاجات عايزه يتعملها تسوية فخليت الفحص عندي 20 دقيقة والتشطيب النهائي عندي 20 دقيقة ووزعت بقية التلت ساعات بتوعي على باقي الايه على باقي الخطوات اللي موجودة عندي كده ده كده الجدول اللي مطلوب مني وبقى انا كده انجزت المسألة اللي كانوا محتاجين ان انا اجيبها طيب انا كده يا ولاد كده انا عملت مسألة كانت كلها عملية خسر وصحب خسر وصحب خسر وصحب عندي اجزاء مدورة عملت لها دورانات طيب افرد انا مشغولة تانية فيها جزء متقوب يبقى انا اكيد حعمل عملية ضغط للشغلة عشان اوصلها للهيكل الخارجي بتاعها انها تبقى بنفس الشكل اللي انا عايزه عن طريق الخسر والصحب انما لو الحاجة دي كانت متقوبة يبقى انا حزود عملية تقب خلي بالك لازم تلتزم بالوقت اللي هو مدهولك ولازم تلتزم بالشكل اللي هو مدهولك علشان توصل للمنتج اللي انت عايزه بنفس الشكل اللي انت عايزه طيب تعال نشوف مثال تاني مثال كمان المثال اللي موجود عندي هنا بيقول المطلوب جدول يحتوي على خطوات العمل والادوات المستخدمة اللازمة لكل عملية لاتمام التشكيل اذا كان الزمن الكل اللازم لتشكيل الرفعة ثلاث ساعات وعشرون دقيقة خلي بالك هنا ان انا دلوقتي عندي ده كرسي تمام تمام يبقى انا دلوقتي عندي الرفعة اللي موجودة عندي والرفعة دي باقت موجودة بالشكل ده وخلي بالك ان انا فيه هنا تقب التقب اللي موجود عندي هنا ده هو ده اللي انا هحتاج ان انا عمله عملية تخريم خلي بالك ان برضو الشغلة دي انا اول ما هستلمها هتكون عبارة عن متوازي مستطيلات يعني شكل مثلا قضيب والقضيب ده انا اللي هعمل فيه عملية تشكيل عشان اوصله بالشكل ده نمرة واحد التزم بالشكل اللي موجود عندي وعمله خطوات مناسبة نمرة اتنين التزم بالزمن اللي موجود عندي اللي هم تلت ساعات وعشرون دقيقة طيب تعالا مع بعض كده نشوف الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي هيكون شكلها ازاي التزمت بالجدول قلت لك برضو تخلي بالك ان انت هنا خطوات العمل والعدد المستخدمة دي ممكن تكون في خنتين جنب بعض الخطوات لوحدها والعدد لوحدها تعالا نشوف الشكل ده هنعمل فيه ايه نمرة واحد اكيد ده شكل المعدن الخام قبل ما اشتغل فيه او اعمل اي حاجة يبقى نمرة واحد هعمل فحص الرسومات وتجهيز الكور طيب نمرة اتنين هعمل ايه هعمل عملية طبعا هوزع التلت ساعات وعشرين دقيقة فانا حطيت تلاتين دقيقة للحداد ولازم طبعا يكون نفس الزمن بتاعي تلاتين دقيقة عند الدقاء حاجة بعد كده هعمل عملية ضغط او كابس للشغلة بتاعتي علشان يبقى فيه جزء منها اللي هو الجزء اللي سمكه قليل وجزء اللي السمك العالي بتاعها بس انا لسه ما شكلتوش بنفس الابعاد يبقى قياس وكابس وسط الخوصة عن طريق شاكوشه ايه ومطرقة فحقول ان دي هتاخد مني تلاتين دقيقة والتانية تلاتين دقيقة حاجة بعد كده اقول ان انا هعمل عملية خصر عشان اعمل ايه اعمل استعدال للجزء اللي جاي هنا افقي والجزء اللي جاي رأسي معاه يبقى انا هعمل قياس وخصر جانباي القاعدة وطبعا ده هيكون باستخدام بلس بسوكة وايه ومطرقة الخصر دايما بيكون عن طريق اداس ماها بلس بسوكة وايه ومطرقة هحط عند الحداد 40 دقيقة وححط عند الدقاء برضو 40 دقيقة طيب هنيجي بعد كده اعمل عملية تسوية عملية التسوية عندي هتكون عن طريق سحب وتبليس القاعدة بتاعة الكرسي وده هيكون باستخدام بلس مربع ومطرقة طب انا دلوقتي هعمل بالبلس المربع والمطرقة هعمل عملية تسوية للحفة اللي في اليمين والحفة اللي ايه اللي في الشمال طبعا انا لما بكون في الاول بعمل عمليات بسيطة فبحط لها زمن بسيط انما بعد ما بستخدم ادوات ويبقى فيه ادوات كتير هشتغل بها لازم الزمن يزيد فانا هعمل لعملية السحب 30 دقيقة و30 دقيقة اجي بعد كده اقول ان انا هعمل هنا عملية بقى علشان اعمل ايه احدد الشكل واظبط الجزء المنحاني ده يبقى لف وتبليس وسط الكرسي الوسط بتاع الكرسي ده عايز اعمل اللفة بتاعته بنفس الابعاد والشكل اللي انا عايزه طبعا ده هستخدم قاعدة ملفوفة عشان الشكل ييجي بالزبط وبلس مربع نيجي بعد كده نقول ان انا هحط هنا 20 دقيقة وهحط هنا 20 دقيقة بحاول احط زمن الى حد ما يتناسب مع العملية التشكيل اللي انا بشكلها اجي بعد كده يبقى انا عايز اعمل عملية تخريم عشان اعمل التقب ده يبقى انا حاجي هنا واقول قياس وتخريم الكرسي وده حيكون التخريم دايما بيكون بصنبك ملفوف ومطرقة والزمن حيكون هنا 20 دقيقة وهنا كمان 20 دقيقة لازم الحدات زي الدقاء حاجي بعد كده اقول تشطيب وتلميع الكرسي يعني اوصل بالابعاد وبجودة السطح زي ما انا عاوزها بالضبط وححط هنا 30 دقيقة و30 دقيقة يبقى الاجمالي بتاعي دلوقت هو 3 ساعات و20 دقيقة 3 ساعات و20 دقيقة طبعا انت لازم تبقى عارف انت هتعمل كام خطوة عشان تقدر توزع الزمن ده على الخطوات كلها اوعى تحط هنا ارقام للوقت او تحط هنا ازمنة لما تيجي تجمحها ما تجيبش الرقم النهائي اللي هو تدهولك في رأس السؤال لازم تخلي بالك كويس ان كل الازمنة اللي انت بتحطها دلوقت لازم تكون موجودة في رأس السؤال او لو انت اللي فرضها زي ما حتفرضها في بداية المسألة لازم لما تجمحها كلها تكون موجودة عندك هنا في اخر الجدول في كاجمالي للوقت طيب نرجعولي كده احنا دلوقتي اللي احنا خدناه مع بعض دلوقتي كان عمليات تشكيل عندنا في التخصص بتاعنا اسمنا التشكيل واللحام طب انا وانا بعمل عملية لحام انا لو عايز احسب عمليات اللحام عندي هتكون ازاي الغالب او عمليات اللحام اللي احنا بنعملها بيبقى لحام بالاكسي أستلين او بالحام بالقوس الكهرب طب لو جينا للأكسي أستلين انت لما بتعمل عملية لحام بتستخدم خامات شكلها ايه باستخدم اكسوجين باستخدم أستلين باستخدم سلك الحام طب انا لو عايز اعمل مؤيسة وعايز اعرف اللحام اللي انا هعمله في شغلة من المشغولات هيتكلف قد ايه بقى لازم اعرف ايه نمرة واحد لازم اكون عارف طول اللحام اللي انا بلحمه يعني انا هعمل خط الحام كده على مشغولة بلحم حكتين في بعض ده مثلا يبقى انا عايز اعرف طول خط اللحام ده بيساوي قد ايه يعني انا هلحم في مشغولة شوية لحمات كتير اقيس الاطوال بتاعتي مجموحها قد ايه وليكن مثلا عشرة متر اجي بعد كده بعد اما بقى عارف ان انا بلحم عشرة متر لازم اكون عارف معدل الاستهلاك عندي قد ايه خلي بالك ان انت ممكن ساعات في بعض اللحمات بتزود الاكسوجين شوية في بعض اللحمات بتزود الاستلين عن الاكسوجين شوية وبالتالي يبقى انا عندي معدل لاستهلاك الغاز يبقى عندي معدل لاستهلاك الايه الغاز فلازم تعرف معدل لاستهلاك الاكسوجين قد ايه معدل لاستهلاك الاستلين قد ايه سيه مثلا لو احنا اعتبرنا دلوقتي ان انت بتلحم عشرة متر الحام عندك خط الحام طوله عشرة متر وانت عندك دلوقتي بتستهلك الغازات بتستهلك اكسوجين مثلا مية وستين لتر في المتر يعني ايه؟ يعني 160 لتر اكسوجين وانت بتلحم المتر بتاع اللحام يبقى انا لو ضربت طول خطوط اللحام في معدل الاستهلاك ده حيديني كمية الغاز اللي انا بستهلكها في الاكسوجين يبقى انا كده جبت كمية الغاز بعد كده وانا مش هقدر اخد المتر المكعب اكسوجين ده احوله مثلا او هو باللتر احوله للمتر المكعب وانا عارف ان المتر المكعب من الاكسوجين بيساوي مثلا 10 جنيه انا عرفت ان انا استهلكت 3 متر اكسوجين هضربهم في العشرة جنيه يبقى انا استهلكت ب30 جنيه اكسوجين نفس الحكاية في الاستلين حاجة اعرف طول خطوط اللحام مثلا 10 متر الحام اجي بعد كده مثلا يقول ان انا بستهلك استلين 120 لتر لكل متر الحام يبقى انا حضرب العشرة في ال120 يطلع لي 1200 ومتين أقسمهم على ألف علشان أحول من اللتر للمتر المكعب تمام يبقى أنا عندي واحد واثنين من عشرة متر مكعب أضربها في 8 المتر المكعب يديني 8 أستلين يبقى أنا كل الموضوع أن أنا حضرب طول خطوط اللحام في معدل الاستهلاك يقوم يديني كمية الغاز اللي أنا استهلكتها أو كمية السلك اللي أنا استهلكتها تمام بعد كده لو خدت معدل الاستهلاك ده وضربته في 8 المتر أو 8 كيلو جرام بالنسبة للغاز بالمتر وبالكيلو جرام بالنسبة للسلك يبقى أنا كده هجيب 8 الخامات المستهلكة وأجمحها كلها بس في البداية لازم تخلي بالك كويس جدا هو أنت لما بيجيب طول خطوط اللحام على شغلة ممكن أنا أكون مدهالك في المسألة وممكن أجيبها لك على شكل رسم وأقول لك الشرط دي دي ما كان لحام فأنت تحسب الخطوط كلها وتجمحها ويبقى معاك طول خطوط اللحام مش هطول عليك تعالى بسرعة نشوف حنعمل عملياتنا الحسابية دي إزاي نبص كده مع بعض لو جينا نعمل حساب لثمن الخامات المستهلكة الخامات المستهلكة دي دلوقتي عندي خامات عبارة عن أكسوجين وأستلين وسلك الحام لو أنا عندي مشغولة بالشكل ده أو مشغولة بالشكل ده أو مشغولة بالشكل ده فأنا بيرسم لي عليها الخطوط المتقطعة دي عشان يوريني شكل أو مكان خطوط اللحام اللي موجودة يعني أنا مثلا كده أنا لو دي شغلة موجودة عندي حقول إن أنا عندي هنا خط الحام أهو طوله تلاتين عندي خط الحام أهو طوله واحد وتمانين عندي خط الحام أهو طوله اتنين وتلاتين فأنا حجمع مجموع خطوط اللحام اللي معمول عليها خطوط تأشير عليها يعني بالشكل ده واعرف طول خطوط اللحام بالكامل كامل طب تعالى مثلا لشغلة زي اللي موجودة عندي الشغلة دي مبين لي لها مسقطين أهو يبقى أنا عندي طول الخط ده حعرفه كام طول الخط ده طبعا بيبقى مكتوب عليها أبعاد أنا بديك مثال عشان تعرف أنت حتجبها إزاي بس خلي بالك من حاجة إن أنا ممكن الشغلة هنا كانت عبارة عن أضلاع فأنا باخد طول الضلع وأجمعه مع ضلع تاني وأجمعه مع ضلع تالت وأجمعه مع ضلع رابع وأجيب الأطوال كلها إنما أنا هنا ممكن تكون الشغلة قادي طول وقادي طول وقادي طول وقادي طول خلي بالك إن الطول ده والطول ده اللي هم مرتين في ده إنت بقى بتاع رسم وبتعرف رسم فني وعارف إن المساقط دي إن الخطين دول إسقاط للجنب ده والجنب ده موجود مرتين مرة هنا في الركن ده ومرة في الركن ده والخط ده والخط ده يبقى أنت حتجمعه مجموعة الأطوال بس استنى مستر محمد إيه ده خلي بالك ده كان فيه لحام هنا على الجزء اللي استواني ده حوالين الدايرة دي آه طب هنا كنت باجمعه مع طول مع طول مع طول مع طول طب والدايرة دي آه يبقى لازم تجيب محيط الدايرة لأن محيط الدايرة ده بالنسبة لك كأنك فكيت الدايرة دي وعملتها كأنها خط مستقيم يبقى أنت كده جاي بمحيط الدايرة بقى أنا لازم أجمع الأطوال أضلع نفس الحكاية تعالى بص هنا واحد حييجي هو بيجمع يقول لي ده فيه هنا خط طول وكده هو 96 وبعدين ده شبه منحرف حجيب لايه الضلع ده وده عبارة عن مخروط حجيب الضلع ده وده ضلع أقول له لا استنى ده مش ضلع ليه لأن مكتوب عندي هنا قاف يبقى دي عبارة كأنها مثلا خزان استواني خزان استواني ده إيري يعني يبقى أكيد ده مش طول ضلع ده كده محيط لدايرة قطرها كام 96 يبقى لازم أجيب المحيط هنا وأجيب المحيط برضو هنا تحت ويبقى كده أنا بجيب أطوال الأضلع يبقى أنا كده عرفت إزاي أنا بجيب طول خطوط اللحام عن طريق أن أنا أجيب أطوال الأضلع اللي موجودة عندي على الشغلة وإذا كانت فيها أجزاء استوانية يبقى لازم أجيب محيط الدايرة عرفنا أننا لما باجي أجيب الخامات المستهلكة عندي ثلاث أنواع من الخامات تعالوا نشوفوا مع بعض نمرة واحد عندي الأكسوجين لأنه أصلا اسمه لحام الأكسي أستيلين نمرة واحد الخام الأولاني اسمه الأكسوجين الخام الثاني اللي هو الأستيلين ده غاز الأكسوجين وده غاز الأستيلين بعد كده عندي سلك اللحام أنا عايز أجيب الخامات دي مجموع الخامات دي في أي شغلة من المشغولات بتاعتي طب أجيبها إزاي لازم نمرة واحد أجيب الكمية المستهلكة لازم أجيب كمية الأكسوجين المستهلكة واجيب كمية الأستيلين المستهلكة واجيب كمية سلك اللحام المستهلكة طب أجيبها إزاي؟ أقول طول خطوط اللحام في معدل الاستهلاك وأقسم ده كله على ألف ليه بقسمه على ألف؟ لأنه بيديني معدل الاستهلاك مثلا بتاع الأكسوجين بيدوني باللتر فأنا بقسمه على ألف عشان يتحول للمتر المكعب أو بيديني معدل استهلاك سلك اللحام بالجرام فأنا بقسمه على ألف عشان يديني كيلو جرام تاني أنا بقسم على ألف لأنه بيديني معدل الاستهلاك في الأكسوجين وفي الأستيلين باللتر وأنا بجيبها بشتريه بالمتر المكعب فأنا دايما أقول الكمية المستهلكة بتسوي طول خطوط اللحام في معدل الاستهلاك على ألف عشان أحول اللتر المتر مكعب وعشان أحول الجرام اللي هو حيبقى فيه أوزان سلك اللحام هحوله لكيلو جرام طب أنا دلوقتي بعد ما جبت الكمية المستهلكة دي طلع مثلا المستهلك عندي بالنسبة للأكسوجين مثلا 3 متر مكعب أكسوجين أعمل إيه؟ هروح جاء يقول له إن 8 الخامات المستهلكة بتساوي الكمية المستهلكة من أي منهم بقى يعني الكمية المستهلكة من الأكسوجين في 8 متر المكعب إذا كنت بحس بأكسوجين أو 8 متر المكعب في الأستلين أو 8 كيلو جرام في الإيه؟ في سلك اللحام يبقى أنا هم خطوتين هعملهم مرة للأكسوجين ومرة للأستلين ومرة لسلك اللحام الخطوتين دول أجيب الكمية المستهلكة وبعدين أجيب 8ها أجيب الكمية المستهلكة للأكسوجين وبعدين أجيب 8 الأكسوجين أجيب الكمية المستهلكة للأستلين وبعدين أجيب 8 الأستلين أجيب الكمية المستهلكة لسلك اللحام وبعدين أجيب 8 سلك اللحام تعالا نروح ناخد مثال بيقول لي عند لحام شغلة بالأكسي أستلين عند لحام شغلة بالأكسي أستلين وجد أن طول خطوط اللحام بها 8 متر يبقى أنا كده عرفت أن طول خطوط اللحام 8 متر وكده أنا مش هروح أحسب الخطوط احسب ثمن الخامات المستهلكة إذا علمت أن معدل استهلاك الأكسوجين 150 لتر لكل متر 150 لتر لكل متر وتمن المتر المكعب 1.5 جنيه معدل استهلاك الأستلين 120 لتر لكل متر وتمن المتر المكعب 12 جنيه معدل استهلاك الأسلاك 200 جرام لكل متر وتمن الكيلو جرام 4 جنيه طبعا أنا مش محتاجة أعمل هامش لأن السؤال أصلا متفصل قدامي فأنا كده هعمل إيه هروح أجيب الأول الكمية المستهلكة بس هروح أجيب الكمية المستهلكة للأكسوجين الأول إحنا عرفنا إن الكمية المستهلكة بتساوي طول خطوط اللحام في معدل استهلاك على ألف يبقى أنا حقول كده طول خطوط اللحام عندي كانت 8 متر يبقى ده 8 في معدل الاستهلك بتاعي اللي هو 150 أنا كده أشغال على الأكسوجين بس يبقى معدل الاستهلاك بتاعي أو الكمية المستهلكة طول خطوط اللحام بتمانية في معدل الاستهلاك بمية وخمسين حقسم ده كله على ألف يطلع الكلام ده واحد واثنين من عشر متر إيه متر مكعب جميل قوي تعالى بقى نروح نجيب ثمن الأكسوجين يبقى ثمن الأكسوجين بيسوي كمية الأكسوجين في ثمن المتر المكعب كمية الأكسوجين اللي أنا لسه جايبها دلوقتي اللي هي واحد واثنين من عشرة حضرابها في ثمن المتر المكعب وقال لي هنا أن ثمن المتر المكعب بواحد ونص جنيه يبقى الكلام ده بيسوي واحد وتمانية من عشرة خلي بالك أنا كل اللي أنا عملته هنا دلوقتي عملت إيه جبت ثمن الأكسوجين جبت كمية الأكسوجين المستهلكة وبعدين ضربت الكمية المستهلكة في ثمن المتر المكعب طلع واحد وتمانية من عشرة جنيه أروح جاي كاتب بره بقى كده إن أنا الأكسوجين بتاعي بواحد وتمانية من عشرة جنيه ليه؟ لأن أنا هروح تاني دلوقتي أجيب تمن الأستلين هروح جاي رايح أنا سايب في الجنب تمن الأكسوجين عشان عايزه وبعدين هروح جاي قالي الكمية المستهلكة طول خطوط اللحام في معدل الاستهلك على ألف يبقى الكلام ده بيساوي طول خطوط اللحام بتاعتي كانت بتمانية في معدل الاستهلاك بتاع الأستلين 120 يبقى فيه 120 وقسم على ألف علشان الكلام ده يتحول يبقى بالمتر مكعب يبقى دلوقتي كمية الأستلين المستهلكة هي 96 من 100 متر ايه؟ متر مكعب طيب تعال نجيب تمن الأستلين يبقى تمن الأستلين بيساوي كمية الأستلين في تمن المتر ايه؟ في تمن المتر المكعب كمية الأستلين المستهلكة هي بتساوي 96 من 100 متر مكعب حضربها فيه 8 المتر المكعب اللي بيساوي 12 جنيه يبقى كده 8 الأستلين كله بـ 11 جنيه و 52 من مية على طول بعد ما جبت 8 الأستلين أروح أكتبه هنا برا علشان أنا كده بعارف الخامات اللي أنا استهلكتها تعال بعد كده أنا كده جبت 8 الأكسوجين وتمن الأيه الأستلين فاضل مين أيوة فاضل سلك اللحاب نروح نحط خلي بالك أنا حاطت في الجنب أقول الأكسوجين اللي أنا كنت جايبه بـ 1 و 8 من 10 والأستلين كان بـ 11 و 52 تعال نروح نجيب الكمياء المستهلكة طول خطوط يعني أنت نفس القانون بتستخدمه في الثلاث خمات اللي أنت بتحطه يبقى الكلام ده بيساوي طول خطوط اللحام اللي بتساوي 8 في معدل استهلاك سلك اللحام اللي هو بـ 200 يبقى الكلام ده حقسمه على 1000 يبقى الكلام ده حيساوي 1 و 6 من 10 كيلو جرام لأنا قسمت على 1000 عشان أحول المتين جرام دي هحولها للكيلو جرام يبقى 8 سلك اللحام بيساوي وزن السلك في 8 كيلو جرام يبقى أنا دلوقتي 1 و 6 من 10 في 8 كيلو جرام هو مدهوني بـ 4 جنيه يبقى الكلام ده كله حيساوي 6 و 4 من 10 وبالتالي حكتب هنا أنا كده كاتب الأكسوجين بـ 1 و 8 من 10 الأستلين بـ 11 و 52 السلك بـ 6 و 4 من 10 كده أنا جبت كل خامة هتطلع عندي 8 هايه هروح جايا راح جامحهم كله يبقى 8 الخامات المستهلكة بتساوي 8 الأكسوجين زائد 8 الأستلين زائد 8 سلك اللحام وبالتالي هروح جايا معوض عن الأكسوجين بتاع اللي كان بـ 1 و 8 من 10 زائد الأستلين بتاع اللي كان بـ 11 و 52 زائد سلك اللحام اللي كان بـ 6 و 4 من 10 يبقى 8 الخامات المستهلكة 19 جنيه و 72 قرش كده أنا جبت 8 الخامات المستهلكة طب يلا بقى بما إننا اشتغلنا واحدة واحدة تعال ناخد مثال كمان من الأمثلة اللي بيجي شبهها جدا في الامتحانات جاي هنا بيقولي المطلوب حساب ثمن الغازات المستهلكة واخد بالك من كلمة إيه؟ الغازات ما قالش خامات يبقى أنا هنا أكيد اللي حيدوني علشان أحسب 8 الأكسوجين و 8 الأستلين المطلوب حساب ثمن الغازات المستهلكة في لحام مشغولة إذا كان طول خطوط اللحام 6 متر معدل استهلاك الأكسوجين 280 لتر لكل متر و 8 المتر المكعب 3 جنيه معدل استهلاك الأستلين 160 لتر لكل متر و 8 المتر المكعب 5 جنيه تعال يلا أنا عارف إن الكمية المستهلكة بتسوي طول خطوط اللحام في معدل استهلاك على ألف حقاب نفس القانون ححسب به أكسوجين وححسب به أستلين يبقى الكلام ده بيساوي طول خطوط اللحام ومداني بستة في معدل استهلاك بتاع الأكسوجين 280 حقسم طبعا على ألف علشان يديني واحد وستة وتمانين من مية متر مكعب طب تعال نجيب ثمن الأكسوجين يبقى ثمن الأكسوجين بيساوي الكمية المستهلكة بتاعة الأكسوجين التي هي واحد وستة وتمانين من مية متر مكعب في 8 المتر المكعب اللي هو بتلاتة جنيه يبقى الكلام ده بيساوي 1.86 من 100 في التلاتة جنيه يبقى الكلام ده بيساوي 5.4 من 100 جنيه كده أنا جبت تمن الأكسجين تعالى نجيب تمن الأستلين بس نروح نكتب هنا إن الأكسجين بقى بكذا نقول إن كمية الأستلين بتساوي طبعا طول خطوط اللحام ما كان أحط ست فيه معدل استهلاك الأستلين ب160 يبقى في 160 أنا بعوض على طول أهو من غير ما حط القانون تاني كل ده حيتقسم على 1000 يبقى الكلام ده بيساوي 96 من 100 متر مكعب أروح أجيب بقى بعد كده تمن الأستلين بتاعي يبقى أنا دلوقتي تمن الأستلين بيساوي طبعا كمية الأستلين المستهلكة في 8 المتر المكعب يبقى أنا عندي 96 من 100 فيه 5 جنيه أو آسف فيه 12 جنيه يبقى بـ 4 و 8 من 10 يبقى أنا دلوقتي حقول 8 الخامات المستهلكة بتساوي 8 الأكسوجين زي 8 الأستلين يبقى الكلام ده حيساوي 5 و 4 من 100 زي 4 و 8 من 10 يبقى التمن الكل 9 جنيه و 84 من 100 طيب أنا كده أولاد عرفت حاجتين حاجة في التشكيل وحاجة في اللحام في التشكيل أنت هتروح تعمل لي تسلسل للخطوات وتحط الأزمنة بتاعة الحداد والدقاء اللي معاه بس لازم تبقى عارف العمليات بتاعتك بتتعامل إزاي والعمليات دي هنحط معاه الأدوات اللي أنا بستخدمها دي حاجة الحاجة التانية عرفت أجيب تكلفة أو تكلفة الخامات المستهلكة في عملية اللحام بالأكسي أستلين اللي هو كان تمن الأكسوجين وتمن سلك اللحام وتمن الأستلين وقلنا أن أنا عندي قانونين ممكن تشتغل بيهم وممكن القانونين دول تعملهم في خطوة واحدة على فكرة القانون بيقول أن كمية المادة اللي أنا بجيبها بتساوي طول خطوط اللحام في معدل الاستهلاك على ألف يبقى أنا كده بجيب الكمية وبعد كده أضرب الكمية دي في ثمن اللتر أو في ثمن الكيلو جرام يقوم يديني ثمن الخامة دي إذا كانت أكسوجين أو أستلين أو سلك الحام بس تخلي بالك أنت ممكن تجيبها في خطوة واحدة يعني بدل ما تقول طول خطوط اللحام في معدل الاستهلاك على ألف كده بتجيب الكمية وبعدين تقول إن الكمية دي تاخدها وتضربها في ثمن الكيلو جرام ممكن تخلي دول في خطوة واحدة فتقول طول خطوط اللحام في معدل الاستهلاك على ألف وتضربهم كلهم في 8 كيلو جرام أو تضربهم كلهم في 8 المتر المكعب يبقى طول خطوط اللحام في معدل الاستهلاك على 1000 في 8 المتر المكعب إذا كان أكسوجين أو أستلين أو في 8 كيلو إيه؟ كيلو جرام طيب دي حاجة وخلصنا منه طيب إيه فضلنا؟ فضلنا بقى أن احنا نحسب التكاليف يعني أنا مثلا عندي شغلة معي أنا وعايز أعرف أنا هحسب سعر البيع فيها إزايش؟ طيب هقولك على سر مهم جدا أنت علشان تحسب التكاليف لازم يكون معاك حاجتين اتحرك في المسألة وعمل حسابتك في أي حاجة عشان توصل للنقطتين اللي أنا عايزك توصل لهم دول إيه هما النقطتين؟ نمرة واحد تمن الخامات نمرة اتنين أجور العمال لو وصلت أن أنت جبت الحاجتين دول اللي هما تمن الخام وأجور العمال أنت تقدر تعمل فاتورة وتحسب تكاليفك لحد ما توصل لسعر البيع بتاعها ليه؟ لأن تمن الخام وأجور العمال دي حاجة اسمها التكاليف الأولية والتكاليف الأولية دي لما بتكون موجودة عندي مجرد ما ضيف عليها المصاريف الغير مباشرة أعمال نسرية وحاجات كتير ودي بتكون نسبة سبتة دايما في المسألة يقول لك اعتبر أن المصاريف الغير مباشرة 100% من التكاليف الأولية أو 150% من أجور العمال على حسب ما يدالك في المسألة يبقى أنت لو جبت تمن الخام وأجور العمال يعني كده جبت التكاليف الأولية بتاعتك من خلال المصاريف الغير مباشرة هتجيب التكاليف النهائية وفي الغالب بيقول لك أن أنت عندك نسبة أرباح من 20% ل 25% من التكاليف النهائية اللي هي تكاليف الانتاج أو عطت لغبة تخلي بالك كلمة التكاليف النهائية هي التكاليف الانتاج التكاليف النهائية هي تكاليف الانتاج يبقى أنا الفاتورة اللي هتبقى موجودة عندي هتكون عبارة عن 8 خام وأجور عمال 8 خام وأجور عمال دول اللي اسمهم التكاليف الأولية بعد التكاليف الأولية مجرد ما تضيف عليها المصاريف الغير مباشرة حيديك التكاليف النهائية لأ تضيف عليها الأرباح يوم يديك سعر البيع يبقى أنا عندي دي الأرباح حاجات تمن خام أجور عمال مصاريف غير مباشرة أرباح لو عندي دي الأرباح حاجات دول حجيب سعر البيع بس أهم حاجة أن أنا أوصل لأول معطيين موجودين عندي اللي هم تمن الخام وأجور الأيه وأجور العمال تعالوا نشوف حنجيبها ازاي وناخد عليها مثال ونحسب حنجيب سعر البيع ازاي نبص كده مع بعض عناصر التكاليف عناصر التكاليف ده شكل الفاتورة اللي احنا حنعمل فيها عملية حساب سعر البيع الفاتورة دي حكون قلتلك اهم حاجتين فيهم نمرة واحد تمن الخام نمرة اتنين اجور العمال لو انا شدت سطر كده لما اجمع تمن الخام واجور العمال على بعض فحيكون عندي هنا تكاليف اسمها التكاليف الاولي مجرد ما حطت عليها المصاريف الغير مباشرة هيبقى عندي تكاليف نهائية بس استنى هي المصاريف الغير مباشرة دي بتتحسب ازاي اه ممكن يدهاني ويقولي اعتبر ان المصاريف الغير مباشرة 150% من اجور العمال او يقولي اعتبر ان المصاريف الغير مباشرة 100% من التكاليف الاولي كده أنا لو خدت هنا خط حيروح جاي إلى مجمع التكاليف الأولية والمصاريف الغير مباشرة حيبقى عندي التكاليف النهائي أو تكاليف الإنتاج لما حط عليها الأرباح أستنى الأرباح دي حتيجي منين الأرباح دي حيدهاني في راس السؤال فحيقول لي اعتبر إن الأرباح 20% من التكاليف النهائية أو اعتبر إن الأرباح دي 25% من التكاليف النهائي يبقى أنا لو حطيت قيمة الأرباح هنا حقدر أجمع الأرباح مع التكاليف النهائية وبالتالي حتديني هنا سعر إيه سعر البيع عشان كده قلتلك إيه لازم توصل في أول المسألة إن انت تجيب تمن الخمات ممكن الخمات دي تكون تمن الحديد اللي انت شغال به ممكن الخمات دي تكون تمن الحديد وتمن الكور والفحم طب دي يبقى تمن الخام طب وقجور العمال خلي بالك إن انت بيبقى عندك عامل اسمه عامل ماهر أو العامل الأساسي اللي هو الحداد وعامل مساعد اللي هو الدقاء وتخلي بالك برضو إن العامل أو أجور العمال دي ممكن أدهلك في المسألة بأجور مقطوعة يعني أجر العامل 100 جنيه وخلاص ولكن ممكن أدي لك أجر العامل أقول لك 10 جنيه في الساعة يبقى أنا لازم أجيب عدد الساعات اللي هيشتغل العامل عشان أضرب عدد الساعات في الأجور بتاعته طب تعالي نشوف مع بعض كده عشان نطبق الكلام ده بالزبط بيقول لي المطلوب عمل مؤيسة تفصيلية لفلانشة مصنوعة بقسم المطروقات من واقع المعلومات الآتية خلي بالك من المعلومات كويس نمر 1.8.15 جنيه نمر 1.8.15 جنيه نمر 2 أزمنة التشكيل للرفعة 100 دقيقة يبقى الزمن ده اللي أنا حروح أعمل عليه عملية الحساب لأجر العامل وأجر العامل الماهر 6 جنيه في الساعة والمساعد 3 جنيه في الساعة أجور الكورو والفحم 4 جنيه خلي بالك الفحم ده يعتبر خمات يبقى أجور الكورو والفحم 4 جنيه نمر 4 المصاريف الغير مباشرة 150% من الأجور الأرباح 25% من جملة التكاليف خلي بالك بقى من النقاط دي واحدة واحدة 8 الخمات 12 جنيه وفي هنا كورو وفحم يبقى دي برضو خمات يبقى لازم أخد الخمات كلها على بعضها نمر 2 يبقى الملاحظة الأولى أخلي بالي من الخمات وأجور الكورو والفحم لأن الفحم ده خمات برضو يبقى ده خمات وده خمات يبقى ده كده حيتاخد عشان أجيب بجملة الخمات نمر 2 الملاحظة التانية أزمنة تشكيل للرفعة 100 دقيقة كده يبقى فيه زمن والعامل بياخد 6 جنيه في الساعة يبقى لازم أعمل الزمن ده 100 دقيقة أحولها الساعة علشان أجيب أجر العامل وأجيب أجر المساعد وأجمحهم على بعض يبقى من الخمات دي وأجور الفحم جبت 8 الخمات من أجور العمال أو أجر العامل والمساعد جبت كده أجور العمال كده بقى فاضل عندي هنا المصاريف الغير مباشرة والأرباح اللي موجودة وبالتالي حعرف أجيب جملة التكاليف أو سعر البيع اللي موجود عندي تعالى كده نقول 8 الخمات أبتدي حل فحقول إن 8 الخمات بتسوي 8 الخام زائد أجور الكور والفحم يبقى الكلام ده بيساوي 8 الخام ب12 جنيه زائد أجرة الكور والفحم ب4 جنيه يبقى كده مجموع الخمات بيساوي كام 16 جنيه خدها بقى وشيلها في جنب كده عشان أتعوزها أنا قلت لك إن الخمات وأجور العمال حيبوا الأساس اللي أنا حابني عليه جملة التكاليف طب تعالى نجيب أجور العمال طب أنا عشان أجيب أجر العامل يبقى لازم أجيب زمن التشكيل إذا كان هنا بالدقيقة يبقى حقسمه على 60 عشان أحوله للساعة في أجر العامل في الساعة تعالى نجيب أجر العامل لوحده يبقى بيساوي زمن التشكيل ب100 يبقى إذا أنا عندي 100 على 60 حضربها فيه أجر العامل اللي هو كان ب6 جنيه يبقى كده أجر العامل عندي بعشرة إيه بعشرة جنيه كده أجور العمال خلاص لا مش خلاص أجر العامل ده واحد بس شغال إنما لسه فيه مساعد يبقى أول كده أن أجر المساعد بيساوي زمن التشكيل على 60 فأجر المساعد لكل ساعة أو في الساعة يبقى حيساوي زمن التشكيل كان عندي ب100 دقيقة حقسمه على 60 واضرب فيه أجر المساعد اللي كان ب3 جنيه يطلع الأجور كلها بتاعة العامل المساعد بتساوي 5 جنيه أجمع بقى الأجور بتاعت العامل والمساعد على بعش يبقى الأجر بتاعي جملة الأجور بقت بتساوي أجر العامل زاق أجر المساعد يعني حجم على 10 جنيه مع الخمسة جنيه يبقى بيساوي 10 زاق خمسة يبقى الكلام ده بيساوي عندي 15 جنيه طب أنا دلوقتي بعد أن ما بقى عندي 15 جنيه حروح أكتب هنا أن أجور العمال بقت 15 جنيه ما تنساش أنا عندي بقى 4 نقطة دلوقتي هم اللي حيكملوا التكاليف نمر واحد 8 الخام ب16 جنيه أجور العمال ب15 جنيه المصاريف الغير مباشرة 150% من أجور العمال الأرباح 25% نروح رايحين على طول نعمل الحساب بتاع التكاليف ححط عندي الفاتورة وأقول إن 8 الخام كان بيسوي 16 جنيه أجور العمال كانت بتسوي 15 جنيه أشد خط وأقول إن دي اسمها التكاليف الأولية اللي حتبقى بتسوي 31 جنيه فاضل أجيب هنا المصاريف الغير مباشرة المصاريف الغير مباشرة وهو قيل إنها بتسوي 150% من أجور العمال يبقى إذن دلوقتي حقول 150% يعني 150 على 100 في أجور العمال اللي كانت ب15 جنيه يبقى المصاريف الغير مباشرة 22.5 جنيه يبقى أنا حاجة تبقى هنا من المصاريف الغير مباشرة طلعت ب22.5 جنيه أشد خط وكده يبقى أنا حاجة مع التكاليف الأولية مع المصاريف الغير مباشرة حتديني تكاليف نهائية أجمحها هنا طلعت ب53.5 جنيه فاضل لي هنا إن أنا حط الأرباح وهو قال لي إن الأرباح بتسوي 25% من التكاليف النهائية يبقى ده بيساوي 25 على 100 في التكاليف النهائية اللي كانت ب53.5 جنيه يبقى الأرباح هتطلع ب13 جنيه و40 قرش أحط قدام الأرباح هنا 13 جنيه و40 قرش وشد خط يبقى أنا لما أجمع التكاليف النهائية مع الأرباح هتديني هنا سعر إيه؟ سعر البيع يبقى سعر البيع هنا هيديني 66 جنيه و90 قرش كده يبقى أنا خدتل في المثال إن أنا حروح أحسب الخمات وحروح أحسب أجور العمال ما تنساش إن الخمات اللي موجودة عندي هي عبارة عن الخمات اللي أنا بشتغل بيها زي خام الحديد مثلاً اللي أنا بشتغل بيه زائد أجور الكورو والفحم لأن الفحم ده برضو يعتبر خامة هي صحيح مش هتظهر في المنتج ولكن هي خامة وأنا استخدمتها يبقى الخمات هي الخامة اللي أنا بشتغل فيها وأجور الكورو والفحم طب أجور العمال عندي العامل والدقاء اللي هو المساعد بتاعه يبقى configured ثمن خام وأجور العمال دول اللي حيدوني التكاليف الأولية اللي أنا حبني عليهم على طول عملية الحساب اللي موجودة عندي طيب بعد أما جبت التكاليف الأولية أحسب المصاريف الغير مباشرة يبقى أنا كده جبت كل تكاليف الانتاج بعد أما جبت المصاريف الغير مباشرة يبقى أنا دلوقتي حجيب الأرباح ولما أجيب الأرباح بتاعتي حعرف أجيب من هنا سعر البيع طيب تعال نشوف مسال تاني مثال كمان نبص مع بعض المطلوب عمل مؤيسة تفصيلية لفلنشة مصنوعة بقسم المطروقات من واقع المعلومات الاتية نمرة واحد تمن الخمات عشرين جنيه أزمنة التشكيل للرفع مية وعشرين دقيقة نمرة تلاتة بيقول لي أجر العامل الماهر اتناشر دقيقة في الساعة اتناشر جنيه في الساعة والمساعد ستة جنيه في الساعة نمرة تلاتة أجور الكور والفحم عشر جنيه نمرة أربعة المصاريف الغير مباشرة مية في المية من التكاليف الأولية نمرة خمسة الأرباح عشرين في المية من جملة التكاليف تاني أنا عندي تمن الخمات عشرين جنيه أزمنة التشكيل للرفع مية وعشرين دقيقة أجر العامل الماهر اتناشر جنيه في الساعة والمساعد 6 جنيه في الساعة أجور الكور والفحم 10 جنيه المصاريف الغير مباشرة 100% من التكاليف الأولية والـ 24% من جملة التكاليف زي ما اتفقنا على طول حنروح نحسبه في الأول على طول حنروح نحسب 8 الخمات يبقى 8 الخمات بيساوي 8 الخام زائد أجور الكور والفحم يبقى بيساوي 8 الخمات اللي هي كانت بـ 20 جنيه وأجور الكور والفحم كانت بـ 10 جنيه يبقى 20 زائد 10 حتساوي 30 جنيه طيب نيجي بعد كده نجيب إيه اللي هي أجور العمال نجيب أجر العامل طبعا أنا طلعت أن الخمات هنا بـ 30 جنيه يبقى أجر العامل بيزاوي زمن التشكيل على 60 فأجر العامل في الساعة يبقى تمام زمن التشكيل بتاعي بيساوي 120 على 60 في 12 يبقى أجر العامل 24 جنيه أجر المساعد يبقى بيساوي 120 دقيقة اللي هو زمن التشكيل على 60 واضربه فيه أجر المساعد اللي كان بـ 6 جنيه وبالتالي حجم أجور العامل والمساعد اللي هي 24 و 12 تطلع بـ 36 يبقى أجور العمال بقت بـ 36 جنيه أروح بعد كده أخد تمام الخم وأجور العمال واجي هنا أقول إن تمام الخم كان بـ 30 وأجور العمال بـ 36 يبقى كده التكاليف الأولية كلها 66 دقيقة أروح أجيب المصاريف الغير مباشرة هو أقل 100% من التكاليف الأولية يبقى 100 على 100 في التكاليف الأولية اللي كانت بـ 66 يبقى 66 جنيه مصاريف غير مباشرة تعال نجمحهم يبقى كده تكاليف الانتاج 132 جنيه وبالتالي عايز أجيب الأرباح هو قال لي فراس السؤال إن الأرباح 20% من التكاليف النهائية وبالتالي حقول 20 على 100 في التكاليف النهائية اللي كانت 132 جنيه يبقى الأرباح عندي 26 جنيه واربعين إرش طبعا كده لما باقت 26 جنيه واربعين إرش هروح أكتب هنا الأرباح بتاعتي 26 جنيه واربعين إرش واخد خط واجمع 132 اللي هي التكاليف النهائية والأرباح يبقى كده سعر البيع عندي بـ 158 جنيه واربعين إرش كده أولاد يبقى إحنا عرفنا إزاي بعمل المؤيسة في التشكيل إننا نعمل الجدول بالخطوات وإزاي أجيب الأزمنة وعرفنا كمان إزاي أجيب سعر البيع إذا كنتوا عايزين تشوفوا حنراجع إزاي علشان نمتحن ونجاوب على أسئلتنا بكل سهولة يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة إلى أن أراكم على خير بإذن الله مع جزيل التوفيق إن شاء الله بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته